اذا انذكرنا في فيديو سابق على دور الحياة الخاصة في المشروع في درجة الاساس وقلنا انه احنا راح نضيف الكونترولرز بكل بساطة ونبدأ نستخدم اي طريقة الاتصال في قاعدة البيانات ونبدأ نضمنها ضمن هذه الكونترولرز وقلنا انه نستطيع نقوم بتسمية هذه الوظائف كاي وظائف طبعا خاصة في لغة سي شارب يعني اي ضيفة لا يوجد اي مشكلة يمكن انه تلتزم في التسمية الاحتيادية ونسمي هذه الوظيفة وبالتالي راح يحتبرها هو get في درجة الاساس او لا يمكن انه انت تقوم بتسمية اي وظيفة انت تريدها ورح تقوم بوضع تخصيص لهذه الوظيفة باحتبار انه هذه الوظيفة مثلا عندنا http htp get فرح تقل له اوكي انه هذه الوظيفة http get فرح يأخذها بنظر الاحتبار انه هذه الوظيفة http get وتاخذ كل الامور بنظر الاحتبار في عملية انشاء الوظائف من عملية تعدد الاشكال للوظائف وعملية زيادة التحميل بالنسبة الى الوظائف عموما فالان العملية ليست بمعقدة من حيث عملية تخصيص الوظيفة وعملية عادة يعني تسميتها بشي اللي انت تريده لكن كيف راح تبدي انه هو يعرف الى من تنادي كيف تقوم بعمل request maltech وتقوم بتخصيصه احنا مثل ما قلنا انه الapi values هذي اللي انت الان تشاهده الامامك values تشير الى ايش تشير الى اسم الcontrollers في البداية يعني اسم الملف مثل ما شوفه الان اسمه values اوكي لكن هذي الapi مين يجدنا لو تروح على solution اكسب لورا وتذهب على الapp start هذا المجلد يحتوي لك على بعض الملفات المهمة الخاصة في بداية البرنامج من اهمة ملف routing او route config هذا لو تبدي تفتحها راح تشوف انه عندك فعملية map route تمت عملية اضافتها وتحديد تحديدها ضمن ايش ضمن التسمية اللي ايش منها سابقة انه اوكي عندك ابي اي ثم مع ذلك الcontroller ويمكن ان تجيك الaction اوكي او تجي يجيك ال id وهكذا يعني البراميترات في الدرجة الاساس اوكي فلو تشوف الان ضمن العملية route هنا ماب routes routes تمت عملية اضافة route اسمه default والurl الخاص فيه انه هذا صنف فينا الurl او عمل specific عالي انه controller يعني اسم الcontroller مثل ما شوفناها الان values ثم مع ذلك الaction الaction يقصد فيها الوظيفة سواء كانت get post او اي نوع من انواع الوظيفة اللي هي موجودة عندنا اوكي وايضا عندنا ال id يمكن انه قوم بتمرير اي دي معين الان هذا ال id هو كل هذي اختيار يعني يمكن انه تضيف او لا حسب الوظيفة المعنية اذا مثل ما شوف الان انه هنا عندك اي دي فالان لو تشوف التصنيف هو نفسيته يعني عندك هنا اسم الكونترولر ثم مع ذلك عندك ال id يمكن تقوم بتمرير اذا مررت هنا الان اي دي رح يدينا فيدلك هذه الوظيفة او اذا ما مررنا اي دي رح يدينا فيدلك هذه الوظيفة يعني ببساطة هي هنا انا عندنا زيادة تحميل بما مفاهم لغاية البرمجة مفهوم برمجة عام فهذه ال routing يمكن انه انت ايضا تقوم بتخصيص كفية الوصول الى هذا ال الابي اي الخاص فيك لكنه بشكل يعني الطبيعي انه انت تبدي تستخدم اسم الكونترولرز وعلى اساسها تبدي تحدد الاكشنز المعنية سواء كانت بوست ولا قيت والى هذه الامور طيب الان احنا حتى نبدي نعمل تست على هذا الكلام كله ونبدي نختبره نحتاج الى برنامج اه يضمن انه هذه العملية هذا البرنامج اسمه بوسمان يمكن تقوم بتحميله من الموقع الرسمي لو تذهب هنا على اه جوجل تكتب اوسمان طبعا هذا برنامج جدا مهم خاص في عمل تست على اي بي اي مستخدم من المطورين فيمكن تقوم بتحميله من الموقع الرسمي اه هناك نسخة ويب يمكن تشتغل عندك في المتصفح بشكل مباشر يمكن تقوم بتحميل النسخة الخاصة في سطح المكتب والسجل فيها في الحساب الخاص فيك بمعنى تقوم بانشاء حساب مجاني الان باستخدام اي اكاونت سواء جوجل او او باستخدام الايميل الخاص فيك اي عملية تسجيل اي موقع وبعد ذلك راح تقوم بتحميل البرنامج اما اني يشتغل عندك البرنامج الان في المتصفح اوكي او لا يمكن تقوم بتحميله كنسخة ويب فاني طبعا قومت سابقا في عملية تحميله وهذا شي طرقنا له اه في الدورات في الدورة في القسم السابق من الدورة لكن اذا كنت تشاهد هذا القسم بشكل منفصل فمن الضروري ان تقوم بتحميل برنامج بوسمان وهذا برنامج جدا وبسيط خاص في اختبار الابي اي الخاص فيك فالان راح اقوم بتشغيل هذا البرنامج تمام وايضا اقوم بتشغيل الابي اي الخاص فيه اعمل عليه ران الان مثل ما نشوف الان دي يشتغل عندنا الابي اي على الوكال هوست فننتظر من عنده انه هو يشتغل عندنا بالكامل حتى نبدأ نتقل لبرنامج بوسمان ونعمل تست على الامور هذي اللي موجودة عندنا اذا ان تشوف الان الابي اي اي اشتغل عندنا اه لو تبدي تذهب على هذه الصفحة الخاصة في الابي اي راح يحطيك معلومات عليها طبعا اللي نحتاجه هذا النطاق هذا النطاق اللي انت شوفه الان امامك على الوكال هوست اه هذا الان اللي احنا راح نبدي نستخدمه ونكتب ما بعده الابي اي يعني الان بشكل مباشر ابدي اكتب ابي اي ثم مع ذلك اكتب الكونترولرز يعني هذي الابي اي خصصناها طبعا من روتينك ثم مع ذلك اكتب اسم الكونترولرز الان الكونترولرز اسمها عندنا values اوكي ثم مع ذلك اي راح ابدأ احدد الوظيفة المعنية هل هي gate ولا post ولا اي نوع من الوظائف المعنية طبعا هذا الشي داخل برنامج بوسمان ببساطة انه احنا راح نبدأ نعمله وايضا انت لما تعمل الريكوست ما لتك باستخدام اي لغة برمجية اثناء عامل الريكوست راح تحدد انه هذا الريكوست هل هي وقت ولا post ولا vote ولا delete يعني تحدد نوع الفعل بالدرجة الاساسي فالان خلينا مثلا ابدأ اخذ فقط النطاق اخذها كنترول سي وابدي اذهب على برنامج بوسمان اوكي هذا البرنامج بوسمان ببساطة ان يمكن تذهب وتقوم بانشاء وورك سبيس جديدة من هنا في الاعلى تقوم بانشاء وورك سبيس جديدة نيو وورك سبيس تقوم باسم الورك سبيس الخاص فيك مثلا اه سبيس سبيس تو اوكي ثم مع ذلك نقل له كريايت نقل هنا اقو توورك سبيس الان بشكل مباشر استطيع اقوم بفتح نافذة جديدة من هنا اوكي هذه النافذة راح تتيح لعملية عمل تست على الابي اي مالتي اوكي مثل ما تشوف الان عملية جدا بسيطة مجرد ان اقوم بكتابة اليو ارالو هنا واحدد الوظيفة من القامة المنسدلة هي get ولا post ولا post هنا عدنا كل الوظائفة المعنية وقوم بارسالة طلب مالتي راح تجيني ايش يعطينا الرسبونس مثل ما نشوفه الان في الاسفل فمن هنا اقوم بانشاء الطلب من هنا اقوم باستلام الرسبونس اللي موجود عادي هذه هنا القسم الخاص في البراميترات او اجزاء المثود الوظيفة لها مجموعة من البراميترات يمكن ان اقوم اعرسل لها يمكن تكون صور او تكون سترينج او تكون اي نوع من انواع الابتكت فالان اقوم بوضع يعني هذه اليو ارال مالتي تمام ثم مع ذلك اتبعه الابي اي ثم مع ذلك ابدأ اتبعه في الفاليوز اللي هي اسمي الكونترولرز وهذا شي انت تحدده يعني او الان محدد عندنا ابي اي فاليوز فاوكي اكتبت ابي اي ثم مع ذلكها فاليوز الان مثل ما نشوف الان الوظيفة لقيت المفروض انه ترجع لك قيمة سترينج تحتوى على فاليو وان فاليو تو هاي مصفوفة طبعا ترجع لك فاليو وان ثم مع ذلك فاليو تو هذي سترينج فالان لو نشوف له راح ابدي احدد الوظيفة على اساس تكون عدي قيت وما راح ابدي اعطيها اي برامترات باعتبار انه هي هذي اثنين هن قيت لكن الاولى تستقبل لك برامتر وثانا ما تستقبل برامتر فالان لو تشوف الان كتبت له هذا اليو ارال اوكي هذا الطلب اليو ارال اوكي اللي هو ابي اي فاليوز اوكي ثم مع ذلك حددت قيت واقل لهنانا سند اقوم بارسال الطلب مالتي فالان المفروض انه يجييني الريكوست وهذا الريكوست يمكن انه هو يجيك على جيسون او يجيك يجيك على اقزامال فالان مثل ما شوف الان هذا جيسون فايل ابدي يمكن تحاوله لا اقزامال انا فضلا انه يكون عندنا على شكل جيسون تكون عندنا واضح فالان مثل ما شوف الان هذي مصفوفة مصفوفة تحتوي على ثم مع ذلك عديه هذي موجود عندنا لو اقوم بارسال برامتر الان شو راح ابدي ارسل البرامتر هنا داخل برنامج بوزمان العملية جدا بسيطة تبدي تعطي اسم البرامتر هنا هذي البرامترات مثل ما شوف الان هنا يجيلك برامتر اسم البرامتر هو اي دي اقوم باسابة اسم البرامتر والفاليو الخاصة فيها اي فاليو على سبيل المثال عندي اه صفا اوكي اقوم فقط في كتابة الفاليو الان المفروض انه هو يقوم بتنفيذ هذه الوظيفة اللي باحتبارين او اثنين هنا انا ما غيرت الوظيفة انا فقط اعطيت برامتر يعني مررت برامتر على الاساس يكون عندي انتجر لو تنتبه هنا البرامتر انتجر المفروض انه امرر انتجر فالان المفروض انه تجيني فاليو الان استطيع انه اقوم مثلا ببساطة اقوم بتغيير هذا واقل لي اوكي رجع للفاليو يعني البرامتر اللي انت ترسله رجعه اليه بشكل مباشر في الريسبونز مالتي فالان راح ابدي اكتب له مثلا اي مثلا حاندر اوكي لو تشوف الان في شنون كتب البرامتر البرامتر كتبه كالتالي انه كتب فاليوز هاي تحتبر عندي الكونترولرز واحنا محددين هاكيت اعطينا علامة الاستفهام علامة الاستفهام معنا ذلك انه هذه الوظيفة تستقبل البرامتر تستقبل اه اه يعني البرامترات الخاصة فيها ايش هو اسم البرامتر ايدي الفاليو الخاصة في مية هذا اشيان عملته هنا يعني اللي تكتب هنا طبعا ينعكس هنا الان بشكل مبسط اه مهنا داخل بوسمان لو ترسل الان هذا المفروض انه يجيك نفس البرامتر المعنى طبعا الان ما تغير لماذا لان احنا عاملين رن عليين مفروض انه احنا نوقف التنفيذ وثم عذلك نعمل رن مرة اخرى باعتباره ما تستطيع ان تقوم بتغيير الان بشكل مباشر ويبدي ينعكس عندك على الابي اي عمليات تغيير تحتاج انه انت تعيد التشغيل من جديد فعملنا على اساس الفاليو لو تشوف الان لو ابدأ اغير فقط الى مرح يبدي يرجع لك شي لو تشوف الان مرح يبدي يرجع لك شي المفروض انه ترسله الان ايش معنى هنا يعني ليس كبراميتر تقوم بالارسال يعني الان لو تشوف الان هذا ابدي اغيره الى وقوم بحذف هذا البراميتر ما احتاجه طبعا لو تشوف الان هذف من الاعلى تمام وحتى يمكن تقوم بحذفة في هذا الشكل. فالآن محددة بPost. لو قوم بعملية الارسال رح يبدي يعطيك يعني ما رح يبدي يعطي اي شي باحتبار انه ايش انه اصلا للوظيفة هي ما ترجع شي. وظيفة فرغة. نفس الكلام على البوت لو تمدي تغيره الى نوع الارسال هنا عندك ليكون عندك بوت. يعني عملية تعديل. تمام? رح يقل لك هنا المسج ريكوست فيلر. لماذا? لان البوت تحتاج من عندك ايدي. تحتاج من عندك براميتر. لو تشوف الان لو تبدي تنفذ اي اي ريكوست يحتوي لك على اي وظيفة بشكل خاطئ يبدي يرجع لك رسالة تحتوي لك على خطأ للوظيفة. يعني يقل لك اوكي ما تنفذ هذا يعني باحتبار انه هو تحتاج الى يعني الى براميترات تقوم بارسالها. اموما احنا هذا الكلام رح نشوفه بتطبيق عملي على مشروع. اللي هو يضمن ضافة قاعدة بيانات ضافة الجدوى. رح نضيف بيانات فعلية للجدوى. نبدي نقرأها نبدي نعدلها. وكل هذا الشيء رح نقوم بنجري ضمن برنامج البوسماني. ذلك من الضرور نتقوم بتحميل البرنامج. اشتركوا في القناة